في البداية كده عايز ولكم ان هند بنتي هي لعامات الرز بلبن الجميل ده وعلي طبق من فوق من الكرامل طعم طحفة بجد حلو قوي هي بقى اللي بتاكل برضو جميل جدا تسلم انيك ايها النودة طبعا ان شاء الله مش تبقى اخر مرة هي دبست نفسها وهي اللي تعملون دايما بص المكونات يالله يا هند بقى بدقي هنجيب كيلو لبن وكوبات رز مخصول طبعا لو هو رز بلدي بقى لو رز بلدي خلوها يعني نص كوباية لان الرز البلدي بينفش طبعا اللبن كان مجمد هنا انا قلت لها يا هند عشان يبقى رز لنه ابيض في الرز باللبن ضروري جدا يعني ما نغليش لبن الاول لوحده لأ الرز واللبن مع بعضهم بحيث ان الرز زي ما انت شايفين كده هند عملت ايه بتوريكنه رز يعني ديب خالص بقى طاري جدا وديب بعد كده نحط السكر حسب الرغبة احنا بنحط على كوباية الحليب تلات معالق من السكر فالسكر ده يرجع لكم الكول لمج تلات معالق ده بالنسبة لنا احنا انتو بقى السكر بقى يرجع لكم انتو في الاخر بقى هند حط وليهن نجدنا في كوباية ميا وبعدين كده هنجيب كيس كريم شانتي كريم شانتي بقى ممكن تحطوا اربع معالق كبار من بتاعة الاكل او كريم شانتي الباكو ده وده النشا دول تلات معالق من النشا معالقة الاكل هنخلطهم مع المياه ونقلبهم بقى كده نصبهم على الملات طبعا خلاص الرز كانستاوى يعني انا عايز اروكم من الرز كانستاوى وهي بقى قلبت النشا مع الكريم شانتي وده وبيتقو حطت بقى كوباية مياه تانية عشان طبعا اللبن كان قل شوية من كتر السوى باتك انا حط البنال يعني انتو بقى في المرحلة دي لو هتحملوا الرز بلبن بس الواحده خلاص تمامي ما تحطوش بقى ايه 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 زودوا شوية السكر على كوباية المياه اللي انتو تفتوها هتحطوا كرامل زي ما هند عملت كده موضفوش اي مياه هيبقى معادل جدا تعمل كرامل مع تعمل رز بلبن هيبقى طحفة دي كوباية بقى هند خطرتها نقات يا ماما انا عايزة حط لاخوتي هنا عشان مش تكسروا كوباية عشان جودي تدي اصحابها عشان جودي بنتي بتحب تدي اصحابها كمان فالكوباية دي امان ليهم جدا ده بقى السوث الكرامل ممكن تحطوا ايه سوس من عندكم بس احنا بنحب الكرامل احنا هنا عائلة مدبنا الكرامل يعني فالسوس الكرامل ده يعني حاطينه في كل حاجة زي كريم كرامل كده زي السوسات دي بقى يعني انتوا بقى اللي تحبوا فيه سوس فراولا سوس مانجا شكرا لها تعالى اي حاجة ممكن تكسروا قولي وتحطوه عليه من فوق فاكهة بسبوسة كل ده يرجع لكم في النهاية الشكل جميل وطعمه كمان كانت طحفة جدا وشكرا يا هنودة وان شاء الله تدبسك جاية عليك برضو هند بنت حبيبتي بانوتك كبيرة وهي ان شاء الله اللي هتعملها لنا المرة الجاية واتعملينها حلوة كتيرة مش هتبقى اخر فيديو لها هي اللي دبست نفسها اه قولوا لها تسلم ايديكي بقى وشجعوها وان شاء الله بازن الله الجديد شليل ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات حلوة كتيرة حاجات سريعة وكمان خمتها الغزائية عالية واتمنى كون الفيديو عجبكم وكنت معاكم معروضة هيني وهند الحداد شكرا يا هنودة